في أعالي القصبة يتربع قصر الداي أو دار السلطان الذي ظل لقرون مقر السلطة السياسية في الجزائر أيام العهد العثماني اليوم أضحت أروقته مقصداً لحرفيي القصبة لعرض تحفهم الفنية المشربيات الخشبية تعد أحد فنون النجارة الإسلامية التي تزين القصور العتيقة في القصبة وعرف المعرض إقبالاً معتبراً من قبل الزوار الذين أعجبوا بالتحف الفنية التي كانت تقليدية في المحتوى وطريقة الصنع وعصرية في طريقة الإخراج والشكل صراعتنا من البكرة معروفة بلي مليحة وعندنا عدة لماسات في قاعد جوانب وشنوشفنا بلي الجيل تعدور كاز الدخل عليها حاجة جديدة زي تطورها شغل حبي رجحها معاصرة في هذا القصر التاريخي القديم أراد حرفيو القصبة عرض ما تجود به أناملهم في إطار الاحتفالات بالسنة الأمازيغية ولتكون أيضاً فرصة لنقل انشغالاتهم في قلب القصبة وجدنا خالد في ورشته المختصة في النجارة الفنية إجراءات الحجر الصحي أثرت على وضعيته الاجتماعية خاصة بعد غلق الحدود وتوقيف زيارات السياح هي غلق الحدود هي سيستمولة المؤطرة فينا تحل خفنا مغلوقة أنا حاصلين ما كاش خدمة على بارك أنا كان يجيوني السياح من العنم بإسره حكومة وعدتنا وشرك نحن أنا شدين فينا بلنا بلي ما عش تخلينا إن شاء الله نضحقنا تعطينا ويعرف حي القصبة العتيق المدرج في سجل التراث العالمي لمنظمة اليونسكو غلق عدة ورشات للصناعة التقليدية بعد إفلاس أصحابها ما يجعل تلك الحرف القديمة في مواجهة خطر الزوال حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر